اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب هجوم إرهابي استهدف نقطة لرفع المياه في سيناء إلى الشرق من قناة السويس السيسي خلال الاجتماع وجه باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية اللي بيحصل في هذا الاجتماع دايما بداية درس الأوضاع اللي تمت الأحداث اللي تمت في الإمبارح في المهاجمة الإرهابيين وبيدرس النتائج اللي حصلت إيه وتبعتها إيه وبالتالي بناء لكده بيطلع بخطة جديدة حيتعمل إيه الفترة اللي جاي على المستوى ده على مستوى المنطقة اللي تمت فيها الحدث على مستوى باقي الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى لأنه ممكن تتم هنا ممكن تتم في الاتجاه الغربي في الاتجاه ليبيا في الاتجاه الجنوب أحداث أخرى الهجوم الذي أدى إلى مقتل ضابط وعشرة جنود من الجيش المصري جاء بعد نحو أسبوعين من إعلان الرئيس المصري استقرار الأوضاع في سيناء واقتراب الإعلان عن خلوها من الإرهاب خبراء في مكافحة الإرهاب يؤكدون أن الجماعات الإرهابية ومن بينها ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش فقدت كثيرا من قوتها بعد العمليات الأمنية للجيش والشرطة في مصر في عام 2013 في بداية الأزمة وبداية المواجهة تعرضت مصر إلى عدد 306 عملية إرهابية تدعت بالتناقص إلى 222 عملية إرهابية حتى حلول عام 2018 مع بداية العملية الشاملة كانت الحساءات 8 عملية إرهابية ثم في عام 2019 عملية واحدة ثم في عام 2020 عملية واحدة ثم في عام 2021 بلا عملية إرهابية ثم عام 2022 عملية واحدة أعتقد أن التجربة المصرية تجربة أثبتت للعالم أجمع والدول الكبرى أن قدرة الدولة المصرية على صحق الإرهاب أصبحت واضحة كل ما يتم تدوله بشأن أن وجود عملية إرهابية في هذا التوقيت أو هل هناك بقايا لهذا التنظيم أستطيع أن أقول أن لا توجد دولة على وجه الأرض تستطيع أن تمنع العملات الإرهابية بنسبة 100% ووفقا للأرقام التي أعلنها الرئيس المصري فقد قتل نحو 3277 فردا من الجيش والشرطة خلال المواجهات مع الجماعات الإرهابية منذ عام 2013 وحتى الآن كما أصيب أكثر من 20 ألفا من المدنيين والعسكريين أربعة أعوام مرت على العملية العسكرية الشاملة التي بدأتها القوات المسلحة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء ومع تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا المسعى إلا أن استعادة الأمن بشكل كامل في سيناء وفقا لخبراء ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت أحمد حسين الحرة القاهرة